شكرا بالفعل يعني ضمن هذا البث الحي ونباشر قناة هلأ بالفعل تطرح موضوع الجريمة بالمجتمع العربي إلى جانب عرسان ياسين رئيس بلدية شفا عمر أخو عرسان يعني دعنا بداية نتحدث بشكل عام عن المجتمع العربي يعني هل تعتقد بأن غياب ردود الفعل وغياب الرادع جعل حفنة من المجرمين يفرضون أجندتهم على المجتمع العربي يعني جعل المجتمع العربي أمانه وطمأنينتهم بين قبضة هؤلاء الحفنة مساء الخير لإلاك ولجميع المشاهدين مساء الخير للجميع بالفعل أنا بشوف أنه اليوم فيه فيه إشي اللي نذكره بالنسبة للشرطة الشرطة مش عم بتقوم بواجبها في هذا الموضوع هذا الموضوع مهم هذا الموضوع هو الحفاظ على حياة المواطنين في البلاد في الوسطة العربي اليوم فيه إسلاح كتير لمتواجد بدون رخص لا يعقل وأنا مش ممكن أأمن أنه بلأ دولي قوية زي الدولي تبعتنا ما تقدرش توصل إلى إسلاح عم بيصير حالات تخ شو عمر صار عدد حالات اللي تخوا على رجال عمال وتخوا على رئيس البلدية لا يعقل أنه الشرطة ما توصلش لجناء يعني الإش اللي عم بيصير بدولة إسرائيل أنا بصراحة أنا مستغرب في محاكم تنتين بدولة إسرائيل في محكمة للدولي وفي محكمة محكمة للمجرمين وهذا واقع عم بأخذوا القرارات وبنفدوا على أرض الواقع والدولي بيعرفش كأنا بعم بشوفه ومعاملين حالي مش شايفين إيش اللي عم بيصير أنا بستغرب هاي الضائل إيش اللي انت ذكرته اليوم يعني العمل والشغل تبع الشرطة والإهمال فتح مجال للمجرمين إنهن يتصرفوا بالطريقة اللي هني بيشوفوها في الوسط العرب يعني أخي عرسان هيك خلينا نقول الجرائم في البلدات العربية أصبحت مثل وحش كاسر بالفعل يعني يلتهم بين أنيابه الشرصة الضحية تلوى الضحية ولا يشبع لماذا ليوقف رؤساء السلطات المحلية وعضاء المشتركة كل شيء والمتابعة والعليا كل الأعمال التي بأيديهم ويتفرغوا لقضية واحد وحيدة هي الضغط على الحكومة وعلى جهاز الشرطة لإعادة الأمن للمواطنين في البلاد أنا نديت من الموقع معنا من البلدية نديت لكل أعضاء الكنيسة وخاصة أعضاء المشترك نديت لرؤساء المجالس والبلديات في الوسط العربي تعالوا نعمل اتفاق نقعد نبني صيغة نبني طريقة عمل حتى نوقف عمل الإجرامي هذا أنا بقولش إنه بس المشتركين لا في ناس كتير من الوسط اليهودي اللي بأيدوا بيشوفونا إنه إحنا مظلمين أنا فيه لأصدقاء في الوسط اليهودي باتصلوا معاي وبقولولي ياسين لو هاي الشغلة موجودة في الوسط اليهودي زمان بيّنوا المجرم وهاي يهود لذلك أنا بقول تعالوا تنوسع ندعي كل الناس اللي بيآمنوا إنه إحنا بهاي بالفعل إحنا مظلمين ما فيش حماية للوسط العربي فيه ناس عم بتموت إيش يعني حتى بقولوا قال مرات بفوتوا شباب في طريق السليمي يعني فاتوا بطريق السليمي ينقتلوا ما فيه دولة ديمقراطية فيه محاكم شرعية يعني لازم إذا هو غلط الإشي اللي لازم ينعمل إنه نقتلوا هذا خطأ لذلك أنا قلت إنه اليوم تعالوا في مجال كل الرؤساء والبلديات والمجالس مع أعضاء الكنيسة بما فيه المشتركة بالأول المشتركة وأعضاء الكنيسة اللي هن بيآمنوا إنه إحنا بالفعل مظلمين نعمل اجتماع نبني خطة عمل لوقف العمل الإجرامي ومنقدر نعملها إذا بالفعل بيكون جلسي مشتركي مع الكل عمليا يعني رئيس القائمة المشتركة النائب عيمن عودة أبلغ يعني رئيس الدولة قبل أسبوعين وإنت بتعرف المظاهرة كانت خلال يعني خلالها منها أمهات ساكلات بإنه بحال يعني إن لم يتم التجاوب مع كل يعني محاربة الجريمة بالمجتمع العربي ده نسكر الآيالون ده نسكر الشوارع سؤال يطرح اليوم أخ عرسان ليش المواطنين العرب بيحتجوش وقياداتهم على هاي الجرائم الكلام اللي بنحكيه بتوجه بده تطبيق ما بيكفي إنه نيجي نحكي الكلمة ومنطبقش الأشياء اللي إحنا منحكيها أنا بقول إنه إحنا بالفعل أنا بشوف إنه في الوسط العربي اليوم فيش أمان الشرطة مش قايمة بالواجب تبعها وأنا قلت سبق وحكيت وقلت طالما الشرطة مش قايمة بواجبها واليوم فيش أمان والمواطن بدأ يشعر إنه ما فيش أمان فيش حاجة لمركز شرطة أنا حكيتها فيش حاجة لمركز شرطة وأنا راح أعمل هاي الشغلة اليوم في عنا جمهور شفاعمر بيطلبني بيقول لي أنت رئيس البلدية إحنا انتخبناك في تفكيري اليوم ينبنى لجان أحياء تنبنى لجان أحياء مشان نحافظه على رواح لذلك أنا بقول لأي من عودي زميننا وبقول لكل الناس اللي هن بالفعل بالمسؤولية أنه تعالوا نعمل أشياء واقعية على أرض الواقع مش نحكي بطل الحكيين فع أنا قلت اليوم عندي جلسة مع زابط مركز شفاعمر بكرة ساعة تسعة عندي جلسة أنا راح أنطي بقول أنه جديد نطيني وقت أنا راح أنطي وقت نطي 15 يوم 20 يوم أما في حالة ما كانش في نتائج أنا بقول لك مش راح أسكوتها المرة بالمرة شو الأشياء اللي بعملها بكرة أنت راح نشوفوها يعني عشية افتتاح العام الدراسي جديد أخو عرسان ياسين بالبلدات العربي ألي حق لأطفالنا بالفعل التمتع بالأمان بالاستقرار ما ينموش مرعوبين على صوت النار اللي منسمعوا كل ليلة يعني عمليا أنا أحد يعني أنا من المراسلين والصحفيين في هذه القناة ودائما قناة تتابع ما يجري بالمجتمع العربي وأنا على الأقل يعني أمس كان طمرة مثلا حادث إطلاق نار بالبلد اللي أنا بعيش فيها طب شو مع أطفالنا شو عم بيصير معهن يعني مين دي يحكي مع أجيال المستقبل بالله عم بيصير اليوم اللي أنت بتحكي هذا الشيء بالفعل هاي واقع هاي موجودة يعني أنا بتحكيها وبصراحة إحنا عايشين في هاي الدولي إحنا مواطنين لدولة إسرائيل نحمل الهوية الإسرائيلية حقنا لمين من نطالب إحنا الحماية من الدولي ومن الشرطة لما هن مش قيمين في الواجب تبعين يعني هذا عار أنا بحكيها وبصراح عار على الدولي إنه مواطنين في قلب الدولي مش غادر تحميهن أنا بشوف إنه الدولي والشرطة اللي إلهن حق إلهن مكان كبير لتوقيف العمل الإجرامي كان بشف عمر كان بتمرة بكبول في المتلت هذا الإشي متفشي في كل الوسطة العربي إخوان إحنا ملمين من الروح إحنا عايشين أنا بقول لك ولا مواطن بهاي الدولي عربي لو أنتوا أصل في محل تاني بطلعش إحنا منحمل هوية وبدأ نكمل حياتنا وبدأ نستقبل لأولادنا زي ما أنت ذكرت يعني هل يعقل إنه الدولي بترضى هاي الأشياء تكون في الوسطة اليهودي لا مش رادين وببينه ذلك أنا من هون بقول يعني بكفي عار هذا سمعة مش منيحة للدولي إذا بحفظوش على المواطنين في الوسطة العربية شكرا جزيلا رئيس بلدية شفعامر عرسان ياسين نعيد البث إليكم من هنا من مدينة شفعامر مباشرة إلى استوديوهاتنا في قناة هلال شكرا